اطلق 13 طائرا من نوع كاركي ساروس من جنوب شرق اسيا فوق مياه بحيرة تايلاندية في محاولة ندورة مثيلها لإعادة هذه الأنواع المهددة بالانقراض إلى الحياة وكانت هذه الطيور الكبيرة غير المهاجرة على وشك الانقراض قبل حوالي 50 عاما وكانت موجودة بأعداد صغيرة في الأسر وأجريت أول عملية إعادة إدخال الناجحة إلى البرية في عام 2011 ومنذ ذلك الحين أعيد أكثر من 140 طائرا إلى موطنها الطبيعي في مقاطعة بوريرام في شمال شرق البلاد وهو المكان الوحيد الذي تستطيع فيه هذه الطيور العيش وتكاثر بمفردها وجرأ أطلاق الطيور التي يمكن تعرف إليها من خلال رشها الأحمر الفريد الذي يغطي رؤوسها بصورة متزامنة وهي ترفرف بأجنحتها أمام متفرجين مندهشين أتوا خصيصا إلى المكان لمشاهدتها ونسبة نجاح العملية مرضية إذ يعيش 60 إلى 70% منها بعد إطلاقها